اشتركوا في القناة في زيارة هي الاولى من نوعها منذ 15 عاما لرئيس تركي لدولة الامارات عقد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الانهيان رئيس الدولة يحفظه الله ظهر اليوم في قصر الضيافة بالمشرف جلسة مباحثات مع فخامة الرئيس عبدالله قل رئيس الجمهورية التركية الذي يزور البلاد حاليا بحضور الفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة وتناولت المباحثات سبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين بمختلف القطاعات والاستفادة من المقومات المتوفرة والمشجعة للارتقاء بمستوى التعاون الحالي الى ما يخدم المصالح المشتركة لكل البلدين الصديقين اضافة الى تبادل وجهات النظر حول تطورات والمستجدات الراهنة على المستويين الاقليمي والدولي والقضايا ذات الاهتمام المشترك من جانبه اعرب فخامة رئيس جمهورية تركيا عن سعادته بزيارة دولة الامارات ولقاء صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الانهيان وقال ان ما حققته دولة الامارات من تقدم وما تشهده من نهضة اقتصادية وحضارية في مختلف الميادين جعلها تتبوأ مركزا مرموقا على المستويين الاقليمي والدولي بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة وابدى فخامته استعداد بلاده لتوسيع علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع دولة الامارات العربية المتحدة مشيدا بمستوى التطور المتنامي لاقتصاد الامارات في المنطقة والعالم هذا وقد جرت لفخامته مراسم استقبال رسمية وعزفت الموسيقى السلام الوطني لتركيا فيما اطلقت المدفعية احدى وعشرين طلقة تحية لضيف البلاد واستعرض الرئيس التركي ثلة من حرس الشرف استفت في ساحة القصر تحية لفخامته ثم توجه الرئيس عبدالله قل الى قاعة الاتحاد حيث صافح كبار مستقبليه يتقدمهم الفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان ولي عهدي ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة سمو الشيخ حمدان بن زايد الانهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية سمو الشيخ طحنون بن محمد الانهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية سمو الشيخ هزاع بن زايد الانهيان مستشار الامن الوطني والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حمد بن زايد الانهيان رئيس ديواني ولي عهدي ابو ظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد الانهيان وزير الخارجية وعدد من الشيوخ والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة من مدنيين وعسكريين ثم صافح صاحب السمو رئيس الدولة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامة رئيس جمهورية تركيا الذي يضم معالي أحمد داودوغلو وزير الشؤون الخارجية ومعالي إسرا سيمسيك وزير المالية وعدد من أعضاء البرلمان التركي وكبار المسؤولين المرافقين لفخامته وسعادة شفيك فورالطاي سفير الجمهورية التركية لدى الدولة